يوما بعد آخر تتكشف ملامح الأزمة الأخلاقية والإنسانية التي تعيشها السلطة في البحرين فتهديم المقدسات واستباحة الحرمات وانتهاك الأعراض شهادات حية وماثلة تدفع الشعب للإصرار على المفاصلة وتأتي قضية منع الرمز الكبير الأستاذ حسن مشيمة من حقه في العلاج دليلا إضافيا على الثقافة الاستئصالية للحكم وتكشف النوايا المبيتة للقضاء على قادة الثورة تدهور الحالة الصحية للأستاذ حسن مشيمة ترك وقعا كبيرا في نفوس الثوار وولد غضبا شعبيا تجلى في التظاهرات التي خرجت يوم أمس تضامنا مع المعتقلين ومعاهدة لقادة الثورة ففي سترة حمل المتظاهرون صور عدد من المعتقلين وجابت التظاهرات شوارع المنطقة قبل أن تمتهي بقمع القوات الأجنبية وإغراق المنطقة بالغازات السامة كما تكرر المشهد في عشرات المناطق الأخرى مثل السنابس، الدراز، بني جمرة، مقابة، جد حفص، المعامير، النويدرات بينما قطع المتظاهرون الشوارع الرئيسية بالإطارات المشتعلة في مناطق أخرى مثل عالي، إسكان سلماباد، أده، وصدد من جانب آخر أظهر مقطع فيديو عملية استهدفة قوات أمن النظام في منطقة سترة فيما نشرت الشبكات الإعلامية لاحقا أن العملية ثأرا للشهيد حسين شرف وهي العملية التاسعة لجهة سمت نفسها بسرايا المختار وبسبب تصاعد القمع واستمرار الأحكام العدوانية والاستقواء بالقوات الأجنبية فإن شكل الصراع ووسائله أخذ أشكالا مختلفة قد تفرض معادلات جديدة وتغير موازين القوى ترجمة نانسي قنقر